أنا شوف أنا ما نحبش معاش نحب نعلق على بعض القضايا في بداياتها لأنه إحنا شوفنا بالتجربة أنه أحياناً تثار مسائل وبعد ما تقعش المتابع أو ما تبداش الملفات ذات زخم ومتانة كبيرة وبالتالي ما يكونش يكون عندهم سميت لكن هذا يدلل مرة أخرى على أن الناس القراب من النهضة يعني الشبكات الإجرامية متعدة ومختلفة مش فقط ذات طابع سياسي يعني تقريباً جميع الأشياء تداخلت وأنا ما نستغربش أنه يكون فيها ناس قراب من حكومة يوسف الشهد أو المشيشي لأنه أنا نعتبر أنه من أخطر حكوماتها لمرت على تاريخ تونسي حكومة يوسف الشهد ولا هي حكومة مفيوزية بامتياز وتمت فيها عديد الأشياء وتمت فيها عديد التلفيق عديد الملفات وتمت فيها يعني اكتشفنا فيها نذالة الحكم بالملفات المفتعلة وبالتالي يعني خلي القضايا ياخذ مجراء وخلي التحقيقات تقدم أكثر وإذا تبين أن هناك ظلوع لهذه الأطراف في هذه القضية فأنا ما نتفجأش ولكن فيها أطراف صحفيين وحتى نقابة نقابة وطنة الصحفيين شوف أطراف صحفيين خلينا حتى نخرج بالمنطق القطاعي جبت أطراف صحفيين بصفتهم الصحفية مش بصفتهم الصحفية مش بصفتهم الصحفية لأنه 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 هذا من الناس أيضا معروفين درجة القربة متاعهم من حركة النهرة وكبير يعني ما نفهمش أنا ما نعرفش ما نعرفش هل أنه الصيفة هل أن الصيفة الصحفية هي لقدتهم إلى التورط في هذه القضية أو في شبط التورط في هذه القضية أم هو شيء آخر أنا ما نعرفش بشن بش نجاوبك لكن خلي التحقيق ياخذ مجراء ولعل التحقيقات تكشف أشياء تبين أن ما تم إثارته بشأنهم لا يهم العمل الصحفي وإذا كان يهم العمل الصحفي وقتنا ندخل ونندد ونقوم بالأشياء كل هذه المسلسل هذا الكل نقوم به لكن خلي الساعة يثبت أنه الشي عنده علاقة بالعمل الصحفي أما إذا كان عنده علاقة بأشياء أخرى أو بتنظيمات سياسية أو بعمل حزبي يتحمل مسؤوليته كل حد يتحمل مسؤوليته إحنا فقط نغمرش ونقول أشياء يمكن أنه ترجع علينا بعد خلينا ننتظر سير العادي للتحقيق وملف شركة أنستالينغ